وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم التوازن الآن توازن بين غذائين لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وهو مؤلف من صنفين خلقه مؤلف من الروح ومن الجسد ولا بد للروح وللجسد من غذاء لهذه غذاؤها الخاص ولتلك غذاؤها الخاص فلنبتدئ الآن بالغذاء الأول وهو غذاء الروح أما غذاء الروح فخلقك الله تبارك وتعالى ولن تعيش الروح إلا إذا غذيتها فتقول لي هل يمكن أن تموت الروح؟ الروح هي التي تحيي الجسد بها هل يمكن أن تموت الروح؟ أقول نعم كالميت السريري هو حي وفي حكم الأحياء ولكنه ميت وهذه الروح إذا ما نزل غذاؤها ماتت سريريا وإن كانت هي الروح التي تبعث الحياة في هذا الجسد فأبتدئ بالتفصيل في غذاء الجسد ثم أنتقل إلى غذاء الروح دعني أقول وأسأل سؤالا كم وجبة نأكل في اليوم؟ على أقصى حد أقصى حد نأكل ثلاث وجبات طيب فإذا كان الإنسان عنده شراها فكم وجبة يأكل قد يزيد فإذا زاد أكثر من ذلك فلابد أن يقع بالأمراض وبمشكلات غذائية وجسدية من جراء كثرة الطعام أما غذاء الروح فاعلم أن غذاء الروح يختلف اختلافا كبيرا غذاء الجسد مؤلف من ثلاث وجبات أما غذاء الروح فله نمط خاص وجبة تكون في العمر مرة واحدة وهو الحج وجبة تكون في السنة مرة واحدة وهو الصوم وجبة تكون في الأسبوع مرة واحدة وهي صلاة الجمعة وجبة تكون في اليوم الواحد خمس مرات ذاك على أعلى تقدير ثلاث مرات هذه الوجبة خمس مرات في اليوم دسمة فلابد منها وما بين الوجبات الدسمة الخمس في اليوم لا بد من الوجبات الخفيفة لا بد منها المشكلة في غذاء الجسد أنك إذا أكثرت منه لا بد أن تقع بالأمراض أما غذاء الروح فالازدياد منه سمو للروح ونشاط للروح وارتفاع للروح وهنا مكمن السر لا بد لي أن أقف قليلا عند غذاء الروح لأن غذاء الجسد كلنا يعرفه أما غذاء الروح فإن الإكثار منه هو ارتقاء للروح قد نغفل عن بعض الأشياء التي فيها غذاء للروح فالوجبات الأساسية عرفناها أما الوجبات الخفيفة فجعل الله عز وجل لك بين الصلوات الخمس صلوات السنن جعل لك ذكر الله تبارك وتعالى جعل لك الأذكار الخفيفة جعل لك إذا عطس إنسان فسمته أو فشمته حمد الله فشمته أو فسمته التسميت أو التشميت فهذه من الوجبات الخفيفة دخلت السوق فقلت لا إله إلا الله وحده ولا شريك لها إلى آخر الأذكار وجبات خفيفة دخول الخلاء له الذكر الخروج من الخلاء له الذكر دخول المسجد له الذكر الخروج من المسجد له الذكر أويت إلى فراشك له الذكر استيقظت من النوم له الذكر وهكذا وجبات خفيفة لا بد منها وكلما زادت ارتفع الغذاء ونسبة الغذاء في الروح وزادت ولكن هذا الإسلام دائما ركز على أن لا تزيد من الوجبات الدسمة بالنسبة للروح زد من الوجبات الخفيفة أما الدسمة فلا لذلك لما قال أحد الصحابة يا رسول الله لما جاء الثلاثة إلى بيات رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته قال الأول أما أنا فأقوم ولا أرقد فلما جاء الحبيب عليه الصلاة والسلام أنتم الذين قلتم كذا وكذا قالوا نعم يا رسول الله قال أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء عجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصنا على العبادة هذا الرجل أراد أن يصوم ولا يفطر ينهاه عن ذلك نعم حديث الصحيحين حديث سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص لما استأذن الحبيب عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أطيق سأصوم الدهر لا تصوم الدهر يا رسول الله صم ثلاثة أيام من كل شهر يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك الإثنين والخميس يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك في أعلى الحد وصل معه أن يصوم يوما ويفطر يوما أن يصوم يوما ويفطر يوما قال هو صيام أخي داود لماذا هذا فلما كبرت سنه رضي الله تعالى عن سيدنا عبدالله بن عمر بن عاص قال ليتني أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرفت لأنك المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى الاستمرار على العبادة والازدياد من الوجبات الثقيلة ليست الوجبات الخفيفة أما الوجبات الخفيفة للروح بالعكس الحبيب صلى الله عليه وسلم حث عليها في الحديث لما قال الصحابي وهو سيدنا معاذ من جبل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه فمرني بشيء لا أدعو قال لا يزال لثانك رطبا من ذكر الله ذكر الله أما لما دخل والحديث في البخاري فرأى سارية ممدودة في المسجد قالوا ما هذا قالوا لزينبي يا رسول الله ماذا تصنع به هذه تصلي في الليل فإذا فترت فترت همتها وتقاعست تعلقت وضعت الحبلة تحت الإبطين من أجل أن يحملها قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليقعد لا يجوز لك أن تزيد في الغذاء الدسم لعم الغذاء الخفيف لا يزال إنسانك رطبا من ذكر الله بعد أن وقفنا وحددنا هذا يقول علماء البلاغة البلاغة كلام يلائم الموطن والأشخاص الذين يخاطبون بما أن موضوعي عن التوازن بين غذاء الروح وغذاء الجساد لا بد أن أكون حكيما في طرحي فليس من البلاغة أن أقول للناس أيها الناس إني أحثكم على الطعام زيدوا في طعامكم فإننا قد منينا في هذا الوقت وفي مجتمعنا على الأقل حسب الطلاع بأننا قد أسرفنا في غذاء الجسد وانهمكنا في غذاء الجسد وربما دامت زوجتي وزوجتك وأهلي وآلك وبنتي وبنتك في المطبخ الساعات الطوال وإذا جلست إلى مائدة الطعام لا أرضى بنوع ولا بنوعين إنما يجب أن تفرش السفر التي يعجز النظر عن وصفها فلن أتكلم عن هذا الجانب لأننا قد أوغلنا فيه وزدنا وتطرفنا ولكن حدثني بربك أين غذاء الجسد عندنا؟ هل غذينا جسدنا كما أراد لنا الشارع؟ هنا يكون التوازن لا بد لنا أن نفهم أننا قصرنا كثيرا في غذاء الجسد العالي وركننا وهذا الاختلال لا بد التطرف في غذاء الجسد لا بد أن يعطيك وعفوا على هذا التعبير الركون إلى الحيوانية الحيوانية أي الصفات التي يشترك فيها كل من يعيش في هذه الحياة لا أقصد صفات الدواب إنما أقصد الذين يعيشون في هذه الحياة والتطرف الزائد في غذاء الروح يؤدي إلى الرهبانية لا بد من التوازن التوازن في حياتنا وبما أننا لسنا على خطورة في موضوع التزود من الطعام فلا بد أن أركز على غذاء الروح أين غذاء الروح في حياتنا؟ أين غذاء الروح وأين الاتصال مع الله تبارك وتعالى في حياتنا؟ بعد أن أمنا تماما واطمأنا قلبنا بأننا قد أخذنا من غذاء الجسد ما يكفينا بل أسرفنا بل تطرفنا بل زدنا كثيرا حتى فشى فينا الأمراض التي لم تكن في أسلافنا ماذا؟ لأنها طاشت كفة غذاء الروح ورجحت كفة غذاء الجسد فغذاء جسد لا أقصد فقط الطعام الجسد هو كل ما يحتاجه الجسد وطاشت كفة التزود الروحي والغذاء الروحي الآن لا بد لنا أن نفهم أن نقص غذاء الجسد أن نقص غذاء الروح لا بد أن يؤثر على غذاء الجسد ونقص غذاء الجسد لا بد أن يؤثر على الروح قف معي قليلا لأقول لك لو أن شخصا قصر في غذاء طعامه وشرابه ألا يؤثر هذا على علاقته بربه وعلى قوة جسده وعلى قوة بدنه التي بها يعيش وفيها ومن خلالها سيتقوى على طاعة الله كذلك الروح عندما فتر غذاؤها لا بد أن يؤثر على الجسد فلكل منهما تأثير على الآخر أذكر حديثا في سنن الإمام بن ماجة رحمه الله تبارك وتعالى والحبيب عليه الصلاة والسلام يصف مرضة ستقع في الأمة يقول والحديث روى الحديث سيدنا عبد الله بن عمر والحديث حسن رواه الإمام بن ماجة يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن الأولى منهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ركز عند هذه الكلمة وقف عندها لم تظهر الفاحشة الزنا في قوم قط حتى يعلنوا بها ظهور الفاحشة وهو الزنا هو نقص في غذاء الروح هو جريمة في غذاء الروح فلذلك لا بد أن يؤثر على الجسد حتى فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا لا بد أن نقص غذاء الروح يؤثر على الجسد وكذلك لا بد من نقص غذاء الجسد أن يؤثر على الروح لأن غذاء الجسد تتقوى على الصلاة تتقوى على الصيام تتقوى على الطاعة وفيها لا بد أن نركز على غذاء هذا وذا ولكننا نحن الآن في هذا الوقت حسب الطلاع بحاجة للتركيز على غذاء الروح لأننا قد فرطنا كما أسرفنا في غذاء الجسد والعياذ بالله تعالى حتى إنك لتجد في حياتنا من أولها إلى آخرها وفي يومنا من أوله إلى آخره متى موعد الطعام؟ ترى أن شيئا يلسعني إذا تأخر موعد الطعام ولكن لا شيئا يلسعني لو تأخرت الصلاة أرى أن شيئا يؤثر فيي وربما دار رأسي وأصبت بدوران الرأس وبالدوخة وبانهيار العصاب إذا تأخر موعد طعامي فأين موعد اتصال مع الله؟ ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه هنا مشكلة فلابد من التوازن بين هذا وذا لابد من الاعتناء بغذاء الروح كالاعتناء بغذاء الجسد كل على حسب قدره إذن علينا أن نفهم أن غذاء الروح مؤلف من وجبات كثيرة ومنها يكون التزود ومنها يكون الطاعة ومنها تكون العبادة فإذا ما تغذيت بغذاء الروح كما ينبغي فلابد أن ينعكس على حياتك المادية قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة حياة راقية حياة سامية حياة طيبة حياة رغض حياة فيها السرور على العكس من ذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة معيشة تعب معيشة نصب معيشة معيشة فيها الضنك فيها البؤس فيها الشقاء ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة خذها مني نصيحة إني ناصح اعتني بغذاء الجسد ولكن اعتني بغذاء الروح أكثر غذاء الروح هو الذي يصلك بربك وهو الذي سيرتب لك غذاء الجسد يقول طبيبنا روحي فداه اللهم صل و سلم و بارك عليه أبو القاسم وضع لنا حدا لغذاء الجسد فإن كان لا محالة يقول عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطه ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطه فإن كان لا محالة سيملأ فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وقال الله تبارك وتعالى كما يقول بعض العلماء لخص لنا الله تعالى الغذاء البرنامج الغذائي كاملا في آية كريمة واحدة قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أما صدر الأول من الصحابة والتابعين فربما جنح البعض منهم وهو قليل وصلحوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أئمة عصرهم فزادوا في العبادة على حساب على حساب الطعام والشراب أما نحن فقد أسرفنا إسرافا شديدا وابتعدنا بعدا كبيرا من الانهماك في الدنيا والجسد وطعام الجسد لا بد لنا أن نتوازن وأن ننظر نظرة صحيحة وأن نكون على خير قال روحي فداه عليه الصلاة والسلام ألا إنا أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلاماته عليه وصف لنا الله تبارك وتعالى في القرآن العبادة فقال لحبيبه المصطفى يا أيها المزمل لم يقل له قم الليل قم الليل إلا قليلا لا يريد من الله تبارك وتعالى الزيادة الكثيرة إنما يريد من الاعتدال الاعتدال هو أساس كل شيء ولكني أقوم وأرقد أيها المسلم ارفع رأسك ارفع رأسك فأنت في تربية أبي القاسم سيد من ربى صلوات الله وسلامه عليه وسيد من علم وسيد من أرشد رسم لك الخطة الدنيوية والخطة الأخروية فعلمك وقال ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي جنح هكذا فليس مني اللهم خلقنا بأخلاق رسول الله وأدبنا بآدابه وعلمنا منهجه وسيرته وارزقنا افتباعه على المنهج القويم يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا